الفن التشكيلي كمان له حصة ومساحة كتير كبيرة معنا سلمة فتحت عنوان أنا والآخر تراث بلدي أقيمت ورشة عمل في حديقة السبكي بمشاركة مجموعة من الفنانات فنانات أقريت مع عدة مواهب اضم من مشروع بكرة لنا لتكريس مفهوم التعرف بين الأجيال وتشجيع وتنمية المواهب من الأعمار الصغيرة لنتعرف أكتر عن هي الورشة أكيد معنا الفنانة التشكيلية أمل زيات وهي من مجموعة فنانات أقريت صباح الغير أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك ساعة صباحك خلينا بلش نحكي عن الورشة أكتر وكيف أجدت الفكرة هذا اللي إحنا مجموعة فنانات أقريت تقريبا إنا سنتين عم نشتغل على أرض الواقع دائما عندنا اللي إحنا من جزء من المشاريع أو النشاط اللي بنقوم فيه هو مع الجمعيات إن كانت جمعيات مع الأطفال أو المسنين أو المتقاعدين كان هدفنا هو بالعموم أنه نحسن الواقع اللي إحنا عايشينه عن طريق الفن نحاول نزير شيء من آثار المصاعب اللي إحنا عايشينه بسوريا ما رح أقول رح عندنا نقول حرب وأزمة وهي بس المصاعب اللي إحنا عايشينه إنه كيفين إحنا عن طريق الفن نخدم المجتمع ونخفف شوي من آثاره هذا كان هدفنا من سنتين ومن سنتين إلى هلأ إحنا عم نشتغل عليه إضافة إنه عنا شغلنا الخاص لكل الفناني بس فيه هدف للمجموعة هو هذا هدفنا واجتمعنا عليه آخر مشروع كان بالنسبة إلنا هي الشغل مع مواهب متميزة بيبكرة إلنا الهدف منه إنه نعرف الطفل أو اليافع إنه كيف العمل الفني إذا نشغل مع فنان كيف بيكون وشلون المراحل اللي بيصير فيه وكيف منشكله لحتى نوصل إنه نوصل إنه عم نعمل فني كامل بمساعدة فنان فكان بصراحة كثير المواهب متميزة مشغولة عليها تعبانين عليها بيبكرة إلنا اشتغلنا معه وحسنا نحص على النتائج كثير كويسة كثير حلو هلأ الورشة متل ما عرفنا إنه كان بحديقة السبكي فخلينا نحكي عن أهمية ممكن هذا التواجد قد يمكن بيقرب أكتر إن كان من المواهب وإن كان حتى الفنانات لما بيكون بيجوع عم متل هيك ورشات حلأ بصراحة كان إلنا هدف تاني متل كان البرنامج القديم قبل الأزمة كان فيه شيء اسمه ومسيئة على الطريق فكان نفسنا نحنا كمان فنانات وقريت نعمل شيء اسمه فن على الطريق فكانت هاي الفكرة أنه تكون مكان مفتوح ممكن أي شخص يحضرنا يجي يشتغل حتى معنا يكون متواجد ينقرب شوي الفن من المجتمع العام فكان أكيد إلى كتير وقع مهم إنه هي في نص البلد سهلة الوصول فيها عانم بشكل دائم كمان إنه حلو اللي بالشارع شوفنا يشوف لحنا شو عم نشتغل الأطفال مواهبنا يشوفوا قدير لحنا عنا كمية مواهب متميزة بسوريا مو بس فن يعني مو بس فنانية كمان في جيل صاعد هلا عم بينبنى لحتى يكون هو رافل للحركة الفنية بالمستقبل هكي يعني أستاذة أمل دايما الفن اللي بالشارع بيكون من يعني أصعب أنواع التقديم شيء لأنه بيجي أناس من مختلف الأعمار من مختلف الفئات أوقات بيجي الشخص يعني ما نو متوقع أنه هو يتعرض لهذا النوع من الفن كيف كان صدى الناس اللي كنتوا عم تلتقوهن يوميا هلا بصراحة إحنا كفنانين تشكيلين إذا بنا نحكي على هذا النوع من الفن إحنا من السبعة وتسعين شغالين فيه بالملتقيات بشكل عام فصار فيه عند الشارع السوري إذا بديقول أو العالم بالشارع السوري شو يعني ملتقة شو يعني فن شو يعني تحاور بين فنان وبين متلقي لأنه نحن من السبعة وتسعين لحد هلاء نقامت مئات الملتقيات يعني وهي واحدة جزء من النسيج اللي كان عم ينشغل عنه من السبعة وتسعين لحد هلاء فهو كان الهدف هو نشر الفن وتقريبه من المجتمع تقريبه من المتلقي العادي ممكن مثل ما الهتمام يكون عنده أصلا اهتمام بس ممكن الحالة تسيره انه هو يجي تجزبه وتسيره انه هو يجي يشارك حتى عنا نحنا في حديقة السبكة استدفنا طفل مشرد من الموجودين عايشين بالشارع فكان حتى له دور معنا حتى اشتغل معنا وتفاعل معنا وكان له حضور وعرضنا له العمل اللي اشتغلوا معنا احنا عم موجودين لكل العالم مو لفئة محددة من البشر او شرائح محددة هي لكل الاطفال السوريين كتير الفكرة حلوة انه احد الاطفال المشردين كون له دور اول شي يمكن بسبب وجود الورشة بحديقة السبكة او تاني شي يمكن تشجع ضمن وجود كم كبير من الاطفال حتى بصراحة هي صارتنا كتير كلمة كتير حلوة منه انه انتو هون عم تشكلوا سوريا حتى فعلا هي الفن فيه يشكل سوريا من اول وجديد فيه يعطي نفس جديد فيه يكون هو الجهاز هي رافض لبعدين لحتى نعمل شي مختلف بسوريتنا اكيد اكيد الفكرة الحلوة كمان موجودة انه وجود فنانات يمكن لهم خبرة واسعة بجانب هؤلاء الاطفال دائما الموهبة لما بتبقى موهبة بدون ما نسقلها بدون ما نواجهها فكتير من الاوقات هي مبتن ما بشكل صح خبريني عن اهمية وجودكم بجانب هذر الاطفال وشو هي الارشادات اللي قدرتوا تقدموهم يعني حلا بصراحة احنا كان عنا فنانات احنا ست فنانات من مختلف الاختصاصات يعني عنا كان الحفر عنا النحط عنا التصوير حتى التصوير كان عدة اختصاصات عم يشتغلوا فيها اعادة تدوير النحط كان فيه كمان على الاسمنت وهي مادة يعني اول مرة بيشتغلوا الاطفال فيها او بيتعرضوا انه يشتغلوا بمادة مباشرة بهالطريقة هاي كان عنا تشكيل المعدني مع الداس كمان هاي اول مرة كان بيتعرضوا انه يشتغلوا فيه فكانت لحنا كفنانات مهمتنا نلقل خبرتنا لهالاطفال الموهوبين فكل واحدة شو عندها مخزون حاولت هي توصلهم يعني بطريقة ما مبصرين هنا يستوعبوا ادرانين من خلاله يبنوا شي للمستقبل اليهم يعني هلأ مثلا كتير اتفاجأوا بطريقة انه نحنا كيف نعمل كركاز متحرك فانا بيعرف كركاز ثابت كيف نحنا منشكل الاسلاك عليه هاي اول مرة بيشتغلوا انه يطلعوا عمل كامل كله بالاسلاك ما ينضف عليه شي كيف مسلا نعمل حداثة فيه يعني كيف بدي اعمل حداثة انا بالاسلاك كيف انا بدي ضيف الوان ما انه بس هو مجرد هو برونز او بوليستر او 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 اي مادة تاني مباشرة لا انا في عمل حداثة في ان انا نرشد خيال طفل عن طريق هاي كمان الاسمنت انه انا كيف بدي ابني عمل بالاسمنت كيف بدي ابني كيف المراحل تبعيته شلون بيتشكر اعادة تدوير نفس الشي فكانت كل فنانة بالتصوير نفس الشي مثلا لينا ديب الفنانة الخديرة علمتهم كيف الحفر كيف انا بطبع شلون انا ممكن اعمل من هالمطبوعات لوحة تحكي عن البلد واه سارة كمان بتقول علمتهم الطبيعة كيف انا بتحاكع مع الطبيعة كيف بعيش معها كيف انا بنميها وهي بتنميني فكان انه كل فنانة عندها ادرة او عنا عن الاختام الاستوانية كمان عملت صديقتنا يسرة علمتهم كيف الحفر كيف انا بدي اطبع بالاختام الاستوانية كيف ببني ختم اللي هو اصلا هي من التراث وهي الاثار اللي احنا عم وجودة ببلدنا فهاي كان خبرات مختلفة كنا عم نحاول عن طريق شغلنا اللي نحن لها الاطفال ونعمل لهم خبرة حتى لو كانت بسيطة بس ممكن تعمل شي كتير جيدة بعدين اكيد فكرة كتير مهمة والفن بالعموم هو يمكن من اجمل وسائل اللي انسان ممكن يتعلم فيها شي باختام حديثنا لليوم شو ابرز النشاطات اللي يمكننا مقبلين لحتى تشتغلوا عليها ضمن اجندات هايستنا يمكن اللي احنا في كتير نشاطات بسراحة عم نحضر له بس ابرز شي اللي ابرز شي جاي ممكن يكون عنا ملتقى قريب يعني السبعة تحدد مكانه وين كمان رح يكون لنا نشاط مع جمعيات واطفال تانين ممكن مو محافظة دمشق ممكن غير محافظات هذا هو نشاطنا دائما محب نتنقل من محافظة لمحافظة اللي يكون لنا حضور بكل سوريا مو بس دمشق او اللادية او حمس او حلب لا احنا بكل سوريا موجودين اكيد شكرا كتير لليك ومتمنى لكم كل التوفيق تحياتنا كمان اكيد منورجوها لكل الفنانات اللي يشاركوا واللي دائما عم بيكونوا جنب الاطفال لحتى يسقلوا هاي الموهبة وحتى ياخدوا بايدهم لحتى يورجوا موهبتهم لأكبر شريحة ممكنة شكرا كتير للك شكرا شكرا